في ديافاتي الآن الناقض الفني رامي المتولي ولا إيه يا عم رامي؟ أهلا بحضرتك أهلا بك عادل إمام هنكلم عن إيه ولا إيه؟ يعني نتكلم عن تاريخ نتكلم عن زي ما حاك قلت جزء مهم جدا له علاقة بشكل مصر وهوية مصر يعني دايما لما نيجي منتكلم فيه فنانين بيعبروا عن مصر محمد عبد الوهاب، مكلسوم، نجيب الرحاني، إسماعيل ياسين عادل إمام بالتأكيد واحد منهم إيه اللي خدم عادل إمام بنتكلم عن أكتر من واحد وستين عام يعني عمر طويل جدا أنه فنان يفضل موجود على الشاشات بهذا العمر وبزعامة يعني بكارزمة وحضور هو الفكرة الرئيسية في أنه هو شخص في منتهى الزكاء يعني مش بس زكاء شخصي على اعتبار أنه هو بني أدم زكي حد يقدر يتعامل مع المفردات اللي حواليه لا، هو عنده كمان زكاء في إدارة الموهبة عنده ثقافة وفي ميزة مهمة جدا أنه إحنا ما بنحسش أن الثقافة دي نوع من أنواع الوجهة أو جزء ابن تعالى بيه على الآخرين أن أنا مثقف دي مش حصلة يعني طول الوقت أنت بتحس أن عاد الإمام واحد من عجنت الشعب واحد من المصريين عادي جدا ما فيش ما فيش ما تحسش بأي نوع من أمال اختلاف ثم أنا أفكرك مثلا في الحريف وياريت زي ما وعدني رئيس تحريرنا مصطفى أنه نحط الأغنية دي في الحريف الأغنية بتاعة الشوارع حواديد صلاح جهين الزكاء بتاع محمد خان في الأغنية دي لأنه عاد الإمام هو الشوارع بالزبط هو شاف عاد الإمام في ده وطلع عاد الإمام طول الفيلم في ده إحنا شايفين حد نقدر نقول قصة صعود حد عنده إرادة عكس الشكل بالزبط ده الحريف وهنا الشوارع حواديد بالصوت موجودة هو عكس بشكل رئيسي مظهر عاد الإمام على التغيرات الاجتماعية اللي كانت حصلة لأن الفترة دي كانت مفصلية جدا في تاريخ الاقتصاد والاقتصاد غير من التركيبة الاجتماعية فالتفصيلة هنا أن محمد خان بزكاءه كمخرج قدر أنه هو يتعامل مع عاد الإمام على الأعتبار أنه هو وجه مصري بيعبر عن كرة القدم كما يراها المصريين اللي هي شبه عاد الإمام بالزبط وشبه المصريين كرة القدم اللي هي بتاعت الكرة الشراب والساحات الشعبية بالزبط وكان اختيار عاد الإمام في التوقيت ده أنه يعمل الحريف كان اختيار زكي جدا مفصلي في تاريخ أعماله يعني هي الفكرة كمان أنه ممكن لو إحنا موجودين في هذه الفترة واسمعنا أن محمد خان اختار عاد الإمام هنستغرب هنقول هل هيصلح للدور هل هيقدر ودعا أعتقد أنه راجع لمشكلة تانية ممكن نكون بنقيم بها عاد الإمام بشكل رئيسي مثل مثلا على الصورة دي يا أستاذ درامي دي من صورة الكواليس في الشوارع محمد خان طبعا ومحمد خان طبعا مخرج زكي ومخرج كاميرا الشارع أصلا محمد خان فهو برضو شاف أن عاد الإمام هو شبه الناس شبه الكرة الشراب وشبه البطل فالحالة كانت حلوة هي كان كمان الفكرة أن عاد الإمام بسبب شهرته وبسبب الإمج اللي هو مكونها البعض يظن أنه هو ممكن تكون موهبته محدودة أو أنه هو مش هيقدر يسد كممثل وبيتم مقارنته بآخرين وبندي كريدت للآخرين عليه لكن الحقيقة أن عاد الإمام بيعمل ده بسهولة شديدة جدا لدرجة حسسك أنه هو مش مش دارس الحكاية دي مش حاطت أصلا مش بيفكر هو بيتعامل بعفوية فنان بيتعامل بزكاؤه بيتعامل بقدرته على قراءة الشخصية فأنت بتحس أن الموضوع بتعمل بسهولة شديدة جدا لدرجة تخليك أنه هو أن أنا محسش أن عاد الإمام ممكن يكون في فيلم أرتهاوس أو فيلم بتغلب عليه الصبغة الفنية زي الحريف دي حاجة والحاجة التانية أنه هو كان متصدر الشباك يعني فكرة تكون أنه هو نجم شباك دي بتخلي الناس تعتقد أن النجم الشباك ده ما عندوش الموهبة كافية أنه هو يكون في فيلم فني أو بيقفه تحس شوية من أنه هو يكون في فيلم فني عاد الإمام قدر يجمع بندودة قدر يحط بشكل رئيسي نفسه في كل الألوان وكل الأشكال وده رجع لتجربته نفسها يعني ثقافته ورجع لفكرة أنه هو احتك بالكبار اللي أسسه يعني هل نقدر نقول العمر الطويل ده نتاج التأسيس الأولي لأنه عاد الإمام زي ما أنا قلت مش طلع السلم هو ما كانش السلم يعني أخذ السلم قبل ما يتعامل يعني هو بدأ من بدري قوي الفكرة أن جيل عاد الإمام هو جيل كان بيواجه صعوبة شديدة جدا هما كانوا جايين بعد الجيل التاني أو الجيل اللي بعد نجيب محفوظة على طول عفوا نجيب رحاني عفوا أنا آسف هو نفس الأجيال نفس الأجيال فالفكرة هنا أنه هو كان بيتعامل في جو شديدة صعوبة لأن كان فيه ناس موجودين في السوق وكانت أسماءهم لمعة جدا فقدر المهندس عبد المنعم إبراهيم وعبد المنعم إبراهيم وعبد المنعم إبراهيم وعبد المنعم إبراهيم وابو بكر عزة وعمين الهنيدي محمد عوض دي كلها أسماء مهمة جدا في الجيل التاني قدروا يتشربوا وكانوا مغطيين السينما والمسرح وتلفزيون الفتيان يعني الشباب هو كان في جيل رشدي أبوز وعمر الشريف وأحمد رمز وعصر جيله وعصر جيله يعني سامير غانم وجورج وكل المجموعة الجميلة العظيمة دي ففكرة المنافسة كانت شرسة قوية هو قادر يعمل استقلالية لنفسه كممثل من البداية هو قادر يتوصل لنجيب الرحاني عن طريق فؤاد المهندس يعني هو خط الأستاذية كده خط المدرسة اللي هو فيها فؤاد المهندس فنجيب الرحاني بالنقد الاجتماعي السخرية شربه شرب كل ده وقدر يحط بصمته هو الخاصة يعني دي ميزة أعتقد أنها كمان بتميز سامير غانم عشان كل واحد فيهم أخذ منطقة لوحده في الكوميديا التوحج المسرحي بدأ مع مدرسة المشاغبين عند عادل إمام؟ ها طبعا ده العمل اللي أنا أعتقد كمان النقلة يعني ها إن من قوة الشخصية وكارزمة الشخصية دي اتقسمت فرقة الفنانين المتحدين لفرقتين أكشلي يعني هما اتقسموا نصين نص عادل إمام صحيح يعني لو إحنا موجودين دلوقتي كان عامل تريندينج في الوقت ده بالضبط على الرغم من إن اللي قدامه برضو يعني نقول أسماء تقيلة جدا في الاتجاه سعيد صالح يعني في منتهى القوة ممثل عظيم يوني الشلبي هادي الجيار يعني كل دي أسماء وكان محمود الجندي محمود الجندي قبل ما قبل هادي يعني فالفكرة هنا أن أنت معاك أسماء ضخمة ومهمة لكن أنت قدرت تبين في وسطهم ده حاجة في صالحك وفي صالحهم مش مش بتحسب عليك أو عليهم فإننا بقى أنه أنا مثلا يعني أنه هو يتم الاستعانة بعادل إمام أنه يعمل عمل وطني زي جمعة الشوان كان هنا بقى إيه عادل إمام استوى عنده شعبية كبيرة جدا يعني في الوطن فإذا تقدر تدي له ملف من ملفات المخابرات ويقوده وينجح به بالضبط لأنه هو هنا عادل إمام رسم image لنفسه ما أعتقدش أن فيه أي حد قدر يعملها يمكن الأستاذ الكبير طبعا فريد شوقي فكرة البطل الشعبي فكرة أن أنا أظهر مش بالمقيس المتعرف عليها كجان برمير ملون شوية زي عمر الشريف أو محمود عبد العزيز لا أنا ملامحي ملامح مصرية ما عنديش نقطة التفوق بتاعة الملامح بتاعة الشكل دي سواء طول أو جسم رياضي أو تفاصيل من هذا رغم أنه كان بيحافظ على أبعاد الجسمانية طول الوقت علشان يفضل أهل الأدوار اللي من نوع ده وده برضو تحدي عند الممثل بشكل كبير طبعا يقدر يتشكل وهتنوع بالضبط فالفكرة هنا أنه هو لعب على فكرة البطل الشعبي البطل اللي بيقدر ينتصر على الظلم اللي بيقدر ينتصر على المعوقات اللي بتقابله بسخرية وبالطابع العام بتاع المصريين عشان كده المصريين بيعكسوا نفسهم فيه وانتصارهم بيانتصارهم عشان كده ينجح كمان بالضبط طيب قبل ما أختم كمان عاد الإمام يعني قدر أنه هو في وسط أجيال كتير يفضل زعيم بالضبط يعني عاد الإمام كان بأعمال رمضان بينافس بيها أجيال أصغر منه بكتير حقيقة ويفضل هو عاد الإمام بقوته يعني بالإعلانات بالتكلفة عاد الإمام هو الاسم الكبير لا كان بواجه تحديات شديدة جدا أنه هو يكون بطل أول في فيلم وبعدين واجه تحديات معه اللي حواليه سواء تجاريا أو فنيا وبعدين على التسعينات وفي فترة نقدر نقول أن فيه كيرف كده هبوط سنة صغيرة نلاقي فيه جيل المتحكين الجدد طلع فنفاجأ بأن عاد الإمام بيستعيد بريقه مرة أخرى صحيح وبيتصدر الشباك مرة تانية صحيح والنقد السياسي بالذات مع وحيد حامد وشريف عرف دي مرحلة مهمة جدا يعني اللي هي يعني هو حرب الإرهاب بالفن يعني هو طبعا يعني كل الأفلام بما فيهم النوم في العسل اللي أنا بعتبره واحد من أهم الأفلام في التجربة دي في النقد الاجتماعي وفي التعامل مع فكرة الانفجار السكاني فالفكرة هنا أنه هو يعني زاكي جدا هذا الزكاء هو الذي كان قود الموهبة طول الوقت يعني أستاذ رامي مهما تحدثنا عن الزعيم إحنا بنتحدث عن واحد وستين عام من العطاء بالزبط والتنوع فأعتقد إحنا محتاجين عشر أيام بالزبط نتكلم فيها أشكرك شكرا جزيلا أن نورتنا والزعيم يستحق كل الكلام كل سنة وهو طيب بخير كل سنة وهو طيب مشاهدين حاولنا من خلال التاسعة بنقول الفنان عادل إمام كل سنة وإنت طيب وإنت منور وإنت رمز وإنت جزء مننا وإحنا كمان جزء منك سنة حلوة وسنة جميلة عليك وتفضل دايما منور بكل الأعمال ترجمة نانسي قنقر